جان لوك ميلانشون هو سياسي فرنسي يساري ولد في تسعة عشر غشت ألف وتسعمائة وواحد وخمسون في طنجة المغربية حيث كان يعمل والده وفي سنة ألف وتسعمائة واثنان وستون وبعد طلاق والديه ترك ميلانشون المغرب بعد دراسته بثانوية رينو سانت أولير بطنجة لينتقل إلى فرنسا ويستقر في إفتو في بايدوكو نورماندي ثم انتقل إلى إقليم جورا حيث تم نقل والدته حصل على شهادة الإجازة تخصص الفلسفة عام ألف وتسعمائة واثنان وسبعون وأصبح مدرسا بالسلك الثانوي والتقني وبالموازات مع دراسته اشتغل مصححا داخل إحدى المطبعات وهو ما سيعبد الطريق أمامه للاشتغال في الصحافة ترك مهنة التدريس والصحافة في السبعينات وشغل لفترة وجيزة منصب وزير التعليم بين عامي ألفين وألفين واثنان في عهد رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان انضم إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي عام ألف وتسعمائة وستة وسبعون شغل عدة مناصب داخل الحزب وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي في سن خمسة وتلاتين عاما ومشرعا في الاتحاد الأوروبي في عام الفان وتسعة أسس حزبه الحالي فرنسا الأبية في عام الفين وستة عشر قبل الترشح للرئاسة للمرة الثانية في انتخابات الفين وسبعة عشر احتل المركز الثالث خلف إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام الفان واثنان وعشرون زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون متزوج من رفيقة حياته الحالية منذ الفين وخمسة عشر وهي سعيدة جواد من أصول مغربية موسيقى